شيعي سني تركماني كردي فيلي شبكي ايزيدي صابئي عراقي الهوية والراية واحدة بيد حكومة اغلبية لا شرقية ولا غربية كتب مقتدى الصدر لون السياسة المقبلة ضاربا زمن الطائفية والتبعية ومعززا سيادة العراق الواحد الذي لم كان فيه للميليشيات لسالة يؤكدها الصدر لصناعة حكومة جديدة تسمو عنوينها الثابتة برأس مال الوطنية وتغليب مصلحة العراق بروح التكاتف التي يدافع فيها الشيعي عن الاقليات والسنة والكرد وتماما يدافع الكردي عن حقوق السنة والكرد والاقليات معادلة تنهي زمن المصالح وتقطع اليد الخارجية لتبدأ عهدا جديدا من بناء التوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي الثوابت التي أقرها الصدر عن قناعة الرجل الأقرب من بناء الكتلة البرلمانية الأكبر سيمن ثيمة التحالفات والتقاربات والاجتماعات المكوكية التي تسبق تشكيل الحكومة باتت في آخر مراحلها ثوابت لا اختلاف عليها في مقدمة عنوين التحالفات فالجميع متفق مع الصدر والصدر متفق مع تعظيم هيبة الدولة العراقية بدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية وهنا يعي البرلمانيون المخضرمون منهم وأصحاب الوجوه الجديدة أنه لا مفر من الالتفاف حول سياسة الوطنية المطلقة التي تخرج العراق من عنق زجاجة الأزمات وحسابات تغرد خارج السرب ليحلق سرب السياسة لأجل العراق لغيرها ومع هذا تعقد الجلسة الأولى وسطت رقب كبير من الشارع العراقي والمحيط العربي والدولي لتطبيق نتائج أول انتخابات برلمانية مبكرة جرت دون نزف قطرة دم واحدة والتفاؤل بعهد مبني على أسس ديمقراطية تكون بغداد كما هي مدينة السلام منارة سيادة القانون اشتركوا في القناة